يستعد نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس للإعلان عن ترشحه لانتخابات الرئاسة العام المقبل لخوض غمار السباق الانتخابي في منافسة محتملة مع الرئيس السابق دونالد ترامب وكشف بنس في مقابلة مع صحيفة وولستريت جورنال عن ملامح خطته وحملته الانتخابية التي تعتمد بشكل كبير على الإصلاح الاقتصادي وتوسيع التجارة الحرة يعمل بنس على استقطاع بقاعدة جمهورية عبر نفوذه في أطياف الإنجليين لا سيما في ولاية أيعوى التي ستشهد أول سباقات الترشيح أوائل العام المقبل وسيقدم بنس نفسه كمرشح محافظ كلاسيكي يعيد الحزب الجمهوري إلى جذوره ما قبل مرحلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وفق ما أوضحة الصحيفة في الولايات المتحدة المنافسة داخل الحزب الجمهوري تشتد لنيل الثقة للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة فالطريق لنيل لقب سيد البيت الأبيض لن يكون يسيرا هذه المرة مع دخول نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس خط المواجهة وتكثيف تحركاته القائمة على تصييد أخطاء الرئيس ترامب وفق تقرير صادر عن صحيفة نيويورك تايمز سيحاول بينس من خلال تحالف السوبر باك اعتماد استراتيجية تظهره كرجل مناسب وخيار فريد لقيادة الولايات المتحدة وإعادة الحزب الجمهوري إلى أيام ما قبل ترامب حيث سيعمل بينس في حملته الانتخابية التي سيتم الإعلان عنها في الأسبوع المقبلة على الضغط مرة أخرى على الحوار الوطني والتركيز على كسب الناخبين الإنجليين وسقور الأمن القومي سيما في ولاية آيوا التي ستكون المحطة الأولى للمتنافسين الجمهوريين على الرئاسة فالحملة الانتخابية التي اختار بينس أن تكون تحت شعار ملتزمون مع أمريكا وهي مجموعة كبيرة من المؤيدين سيقودها سكوت ريد وجيب هين سارلينغ وهو صديق مقرب لبينس الذي عمل معه في الكونغرس ستعيد تقديم مايك بينس إلى البلاد ليس كنائب للرئيس ولكن بصفته محافظا حقيقيا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والشق المتعلق بالأمن القومي وفق مراقبين خصوصا وأن بينس سيتخذ موقفا دفاعيا على الأراء التي كانت ذات يوم قضية معيارية لحزبه أبرزها تبني موقف متشدد لدعم حظر الإجهاد الفيدرالي وتعزيز التجارة الحرة لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة